برعاية كريمة من سمو الشيخ خريفة بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين لرعاية الوالدين أقامت الجمعية احتفالا جماهريا بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدة مقاليد الحكم تحت عنوان دام عزك يا وطن وقد كان في استقبال سمو الشيخ خريفة بن علي بن خليفة آل خليفة لدى وصوله موقع الاحتفال سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظي محافظة المحرقة ورئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين السيد أحمد محمد البنى وأعضاء المجلس وجميع منتسب الجمعية وجماهير غفيرة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عن أصدق التهاني إلى عاهد البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا سموه بأن مملكة البحرين تحتفظ بأعيادها الوطنية وهي محاطة بإنجازات استهدفت كافة المجالات بفضل رؤية الثاقبة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لفتا سموه إلى أن المشاركة في الاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل بحريني واجب وطني على الجميع للتعبير عن مشاعر المحبة للوطن الغالي داعيا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على مملكة البحرين بالخير والمسرات وعلى هامش الاحتفال قام سموه الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بافتتاح سوق الأسرة المنتجة التابعة لدور رعاية الوالدين واطلع سموه على المنتجات اليدوية لمنتسبي الدور كما قام سموه بتكريم الفائزين في مسابقة الماراثون ومسابقة الرسمة ترجمة نانسي قنقر